إلى موسكو مع مرسلتنا ريج محمد لنتابع معها لربما أي تصريحات في هذا الإطار مئة يوم على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هل من بيان لوزارة الدفاع الروسية الشبه اليومي بشأن أخرى تطورات شرقية أوكرانيا وماذا في تفاصيل التدريبات التي ستجيها الأسطول الروسي في المحيط الهادي داليا فيما يتعلق بتصريحات حديثة لوزارة الدفاع الروسية هي تصريحات يومية صباحية مقتضبة كما جرت العادة تتركز حاليا هذه العملية العسكرية في مناطق شرقي الدونباس في مقاطعتين لوغانسك ودانيسك طبعا الجانب الروسي يقول أنه يسيطر على 95% من مقاطعة لوغانسك ولم يتبقى سوى 5% موزع على بلدات ومناطق متعددة منها المنطقة الاستراتيجية المدينة الاستراتيجية سيفير الدانيسك حيث تتركز العمليات القتالية الأكثر ضراوة وقسوة في هذه الفترة على طريق السيطرة عليها لما ستمهد له من سيطرة مستقبلية على ليسيتشانسك ومنها أو عبرهما عبر ما يتبقى من بلدات في مقاطعة دانيسك المجاورة ولسيما كرماتورسك وسلافيانسك طبعا على الصعيد أيضا ما تتحدث عنه وزارة الدفاع الروسية هناك طبعا إسقاط لمزيد من المقاتلات الحربية إسقاط لمزيد من الطائرات المسيرة بلا طيار من الجانب الأوكراني أيضا موزع على مناطق متعددة منها الشرق الأوكراني منها في مناطق زباروجيا التي لا تسيطر عليها بعض القوات الروسية والمتحالفة معها من الانفصاليين مناطق في نيكالايف أقرب إلى أوديسا المطلة على البحر الأسود وغيرها من المناطق ولسيما خاركف أيضا حيث تذكر وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت بواسطة صواريخ عالية الدقة أحد المجموعات الراديكالية المتطرفة القومية التي كانت تحتجز مدنيين كرهائن وأيضا تتهم مزارة الدفاع الروسية من خلال بيانها الأخير هذه المجموعات الأوكرانية باحتجاز عدد من الرهائن في أحد المصانع مصانع الأسمدة في سيفيرا دانيتسك حيث تم إدخالهم إلى هذا المصنع واحتجازهم بذرائع واهية وهم لازالوا هناك محتجزين حيث تدور العمليات القتالية بالقرب منها شكرا لك مرسلتنا ريج محمد كانت معنا من موسكو